نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم فانت كاتخ أهلا بكم نسأل نشرة من بروكسل التي احتضنت يوما دراسيا حول موضوع الذاكرة المشتركة بلجكا المغرب المتدخلون في هذا اللقاء شددوا على أن تضحيات الجسام التي قدمها الجنود المغاربة في أرض المعركة ببلجكا وعدد من البلدان الأوروبية تقتضي التعريف بها على نطاق واسع لدى الأجيال الشابة أسيما من خلال إدماجها الفعلي ضمن المناهج التعليمية نتابع تقرير مراسل أم فانت كاتخ بالعاصمة البلجكية إبراهيم الجملي خلال يوم دراسي نظم ببركسل حول موضوع الذاكرة المشتركة لبلجكا والمغرب أكد ثلة من الخبراء أن تضحيات الجسام التي قدمها الجنود المغاربة في أرض المعركة ببلجكا وعدد من البلدان الأوروبية تقتضي التعريف بها على نطاق واسع لدى الأجيال الشابة لا سيما من خلال إدماجها الفعلي ضمن المناهج التعليمية الوفاء بواجب الذاكرة تجاه المحاربين المغاربة الذين سقطوا في ساحة المعركة بأوروبا إبان الحرب العالمية الثانية هو أمر ضروري سيتيح تسليط الضوء على الماضي المشترك وتعزيز الوحدة وتقريب المسافات بين الشعوب التي تقاسمت الكفاح للتحرر من النازية المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظم من قبل معهد التراطي الحربي البلجيكي بالتعاون مع صفارة المغرب ببروكسل أبرز أن معركة جونبلو شاستغ هي إحدى المحطات البارزة في الكفاح المشترك التي أظهر فيها الجنود المغاربة أروع صور البطولة والشجاعة ومن ثم فهي ملحمة يتعين إدراجها ضمن المناهج التعليمية حتى يتسنى التعرف عليها من قبل الأجيال الصاعدة لأن الأجيال الصاعدة المغربية الموجودة هنا أنها تعرف هذا التاريخ لأنها تدخل في نطقة ذاكرة وفي نطقة توعية كذلك الشباب على أنها رأيها مجيش من لشيء وراجاية لأنها عنده تاريخ عنده ناس اللي سبقوه هنا ولي ساهموه في تحرير هذه البلاد هي إذن مناسبة أتحت استحضار القيم المشتركة التي جمعت المغرب بالحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية فلطالما كانت المملكة حاضرة على الدوام في المحطات التاريخية الكبرى عندما يتعلق الآمر بالدفاع عن القيم الكونية والمبادئ النبيلة وطنيا دائما وخلال الجمع العام العادي لانتخاب الملعقد بالدار البيضاء أعيد انتخاب كل من شاكيب العلاج ومهد التازي على التوالي رئيسا ونائبا عاما لرئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب للولاية الممتدة بين السنتين 23 و2000 و26 و2000 وبعد موافقة الجمع على التقريرين الأدبي والمالي حصل الثناء المنتخب نسبة تصويت تصل إلى 99% التفاصيل مع سوكينا سوية أعيد انتخاب شاكيب العلاج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ومهد التازي نائبا عاما لرئيس الاتحاد للولاية الممتدة بين سنتين 2023 و2026 وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي الذي انعقد بالدار البيضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعد اليوم مؤسسة لا محيل عنها تمكنت طوال 75 سنة أن تكتب تاريخا وتحقق إنجازات لتصبح رائدة في مجال التنمية السوسي اقتصادية لبلادنا في مدخلة بهذه المناسبة أعلن الثنائي المنتخب عن برنامجه القائم على أربعة محاور تحت شعار تحرير التقاط من أجل تنمية مستدامة ومدمجة ويتعلق الأمر بتحسين مناخ الأعمال وتنمية الرأسمال البشري والإدماج الاقتصادي وإعداد الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات والرهانات المستقبلية خلال الولاية المنقضية الاتحاد العام لمقاولات المغرب ركز بالأساس على إدارة أزمة كوفيد واتخال مواقف واضحة وقوية وموافقة حيث لعب دورا مهما وهذا هو هدفنا في المستقبل أيضا شكيب لعلج ومهدي التازي أكد أنهما سيركزان خلال فترة رئاستهما على دعم تنمية التنقل الكهربائي بالإضافة إلى مواكبة المقاولات في تحولها الرقمي وتشجيع منظومة تقنية حيوية في ضوء عسرنة الاقتصاد الوطني في موضوع آخر احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخل ودي الذهب بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وتعتبر هذه الذكرى فرصة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم راد قابوري في المتابع بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخل ودي الذهب بهذه الذكرى المجيدة هو احتفاء بـ 67 عاماً من الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على النظام العام وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم السادس عشر من شهر ماي من كل سنة يشكل موعداً متجدداً وعيداً سنوياً لاستحضار تضحيات الرعيل الأول من الشرطيات والشرطيين الذين ساهموا في بناء وتطوير جهاز الأمن الوطني الحدث مناسب أيضاً لتقديم الحصيل السنوية لعمل مختلف مصالح الأمن الجهوي بالدخل خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2022 إلى 30 أبريل 2023 هذه المناسبة الكبيرة جداً وعظيمة جرية الإجرات العادة أننا نحصل في الحصيل السنوي للعمل الكامل للشرطة وكذلك الخطط الأمنية التي تستطرها المديري العامة للأمن الوطني وعلى سمسي المديري العامة للأمن الوطني ومدى التطبيق ديالها على أرض الواقع المديرية العامة للأمن الوطني لطالما عاملت وتعمل على توفير المناخ الوظيف المندمج لموظفاتها وموظفها بما يسمح لهم بالإدطلاع الأمثل بمهامهم النبيلة وذلك من خلال حرص المديري على استكمال تحديث البنية التحتية لمصالح الأمن وتطوير آلية العمل والنهوض بالأوضع الاجتماعي والمهنية لمنتسبي الأمن الوطني سواء بالدخل وادي الذهب أو بباقي جهة المملكة ومن الدخل إلى العيون حيث خلدت غسرة الأمن الوطني أيضاً الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تشكل هذه الذكرى مناسبة للوقوف عند الأعمال الجليلة والتضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني نساء ورجالاً في سبيل الحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين شيماء باك الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة استحضرت فيها أسرة الأمن الوطني بالعيون الأعمال الجليلة وتضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني نساء ورجالاً في سبيل طمأننة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم وفرصة لإبراز مكانتها المربوقة وإمكانتها المتطورة هي مناسبة يستحضر فيها رجال ونساء الأمن الوطني التضحيات الجسام التي يقومون بها من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية للمواطنين أرواح المواطنين وحفاظاً على ممتلكاتهم حفل تخليض هذه الذكرى استهل بتحية العالم الوطني وتقديم عروض للفرقة السينو تقنية ومختلف تدخلات فرق الأمن الوطني المديرية اعتمدت برامج ومناهج علمية تواكب جميع المتغيرات على مفهوم الأمن وطنياً ودولياً بهدف الرفع من جودة خدماتها وتفعيل دورها كمرفق عمومي يسهر على حفظ الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي والحد من الظاهرة الإجرامية وصيانة دولة الحق والقانون الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية قالت روسيا إن قواتها دمرت نظام الدفاع الساروخي باتريوت في كييف بينما قالت أوكرانيا إن قواتها صدت هجمات روسية على جبهات متعددة وأكدت أوكرانيا ماسا أمسي أنها استعادت من القوات الروسية 20 كم مربعاً في محيط بخموت حيث تدور معارك منذ أشهر وحيث تواجه موسكو صعوبات نتابع تقرير بادرزايو تشتد المعارك بين روسيا وأوكرانيا غدت الحديث عن تقدم عسكري يدعي الطرفان تحقيقها حيث قالت روسيا إن قواتها دمرت نظام الدفاع الساروخي باتريوت في كييف بحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية فقد أطلقت القوات الروسية صواريخ داقر الأسرع من الصوت مما أدى إلى تدمير نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنعة في العاصمة الأوكرانية قال التقرير أيضا إن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صواريخ أطلقتها أنظمة هايمرز المتعددة لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى صواريخ متعددة مضادة للإشعاع من نوع هارم وصواريخ كروز ستورم شادو هذا بينما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القتال استمر بلا هوادة في الشرق حيث صدت القوات المسلحة الأوكرانية عشرات الهجمات الروسية في الساعات الأربع والعشرين الماضية في اتجاهي كراسنليمان وبخموت وفي ذات السياق وبعد عام من طرد روسيا من مجلس أوروبا يجتمع قادة الدول الأعضاء في المنظمة في إسلاندا للتعبير عن تضامنهم مع كييف ووحدة موقفهم ضد موسكو وتهدف هذه القمة وهي الرابعة فقط في تاريخ مجلس أوروبا الذي تأسس قبل 75 عاما تقريبا إلى زيادة وسائل تحميل روسيا المسؤولية الجنائية عن الدمار والجرائم التي تسببت بها العملية العسكرية في أوكرانيا نتابع هذا التقرير القادة الأوروبيون يجتمعون في إسلاندا في قمة تستمر يومين القادة أجمع على ما أسموه محاسبة روسيا على حربها في أوكرانيا المستشار الألماني أولف شولدز والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هم من بين القادة الذين أكدوا دعمهم لأوكرانيا من المتوقع أن يوافق القادة على سجل جديد للأضرار وهو آلية لتسجيل وتوثيق الأدلة والمطالبات المتعلقة بالأضرار والخسائر والإصابات المتكبدة نتيجة العملية العسكرية الروسية خاطب الرئيس الأوكراني فولدو ميرزلينسكي القادة الأوروبيين عن بعد بعد جولته في العواصم الأوروبية لتأمين المزيد من الأسلحة والمساعدات قبل هجوم مضاد متوقع لصد القوات الروسية قال المنظمون الأيسلنديون إنه بالإضافة إلى إظهار الدعم لأوكرانيا من خلال تدابير ملموسة سيعزز الاجتماع أيضا المبادرات لمعالجة التهديدات الناشئة للديمقراطية من تغير المناخ إلى الذكاء الاصطناعي نهاية هذه الناشرة مشاهدين للمزيد من الأخبار كالعادة زوروا مختلفة منصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء